لنا نرجع لمشهد وهو مشهد الرحيل من النادي الأهلي لأنه ده بيبقى مشهد صعب شوية أنا أحكي لك قصة اعتزالي هتتخضي يعني أنا جات لإصابة في كتفي سفرت عملت ألاك طبيعي رجعت 100 فل 14 مودت نفسي عشان أرجع الملعب كان خلاص القصة ترسمت أنه أنت مش هتلعب خلاص في حراس وكويسين وماشيين وتمام التمام بس اللي هي اسمي اللي هي كائنونتي فلحد ما جينا في تأسيمها فكان ساعتها مستر هولمن هقول مدرب فلقيت بقول الحضر يمين ومصطفى كمال شمال قلت روانا بره سلام عليكم اتخذت القرار الله العظيم في لحظتها قلت روانا بره سلام عليكم طب أفرد بكرة كان جاء وقال الحضر يمين وشو بير شمال لا لا خلاص ما ينتهد من الجانس خلاص ما أنت من كابتن والراجل ما بيحطكش في التأسيمة وأول مرة موقف إذا دا يحصل لي في حياتي فقال دا يمين وده شمال قلت له أنا بره خلاص قلت له مستر هولمن شكرا 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 حتى لي بس قعد هنتكلم قلت له انتهى الأمر وخدت القرار وتمام التمام واعتزلت وكان قرار رغم أنه أصعب قرار في حياتك لكنه خدته بمنتهى السهولة والبساطة طبعا بعدها بقى بدأت وقصة والحدوتة لكنه خدت القرار وساعتها كابتن حسيت ان هو دا القرار الصحيح في اللحظة لازم يكون في الوقت دا أنا عدت حسابها هعدت سنة كمان سنتين كمان كل شوية هتخصم من رصيدك يعني مش هتبقى يعني ايه القيمة انت هتفضل طوضح طياط وتلعب لك كل كماتش مباراة فكل شوية هتخصم من رصيدك فاطلع وانت ايه عندك رصيد كافية وخدت القرار وخدت القرار انت بقى القرار كان عندك اصعب شوية يعني انت بتلعب والدنيا ماشية والحدوت قرى شوية ممنلعبش ماتشاط بتاع لكنه الاصابة طويلة الاصابة طويلة والنادي وقيف جنبك بشكل كويس لكنه العقد خلص وهنا كان القرار لا لا العقد كان ممتد العقد كان ممتد كان فيه سنتين احكيلي هو اول حاجة كابتن انا اللي طلبت ان نخرج انت اللي طلبت اه يعني انا اللي طلبت ان نخرج يعني دي برضو نقطة امهم ما انا شكرت النادي كتير وشكرت الكابت الخطيب بشكل شخصي كتير علشان خاطر فترة الاصابة انا اول ما تعورت في ماتش بلاتينيوم عم باما وصلت المستشفى اي في ماتر اكيلس اه وعملت الاشع كان الكابت الخطيب يكلمني في التليفون ايه عم باما وصلت المستشفى بلاتينيوم كان في القاهرة كان في القاهرة انا خرجت من استاد السلام على المستشفى الكابتن كلمني وبصراحة كان فيها قدير كبير جدا وفيه احترام كبير جدا وفيه حاجات بصراحة لوحد شافها في النادي الأهلي يعني أتمنى أن يكون موجودة في كل الأندية لأنه بنسمع قصص كتير من اللعيبة أو بنشوف قصص كتير من الاحترام من التأدير الموضوع مش مرتبط العيد ده بيلعب أو ما بيلعبش أساسي الموضوع مرتبط أن العيد ده ليه حقوق والعيد ده له قيمة فالنادي بتعامل معي على أساس القيمة النادي بتعامل معي على أساس أن ده العيب له قيمته دي لحظة دي فترات الإصابة آه دي بعد ما عملت العملية عملت العملية كابتن كلمني وقال لي ألف السلام عليك يا سعد شوف اللي انت محتاجه وشوف اللي انت عايزه وإحنا معاك في أي حاجة النادي معاك انت عمرك ما تأخرت عنه وكلمة تفرق سام الأرض طبعا طبعا انت بتحس ان فيه أمان في ظهرك ده صحيح قالوا كلمة أمان دي طبعا طبعا غير ما بتحس ان انت مش رغم اننا الفترة دي اتشلت من القايمة لاني كنت أخد فترة في الإصابة عشان كان كهرباء النادي جابه وعايز يضيفه كلمني الكابت ساد عب حفيز قال لي فيه يعني كهرباء هنضطر نرفعك من القايمة والفترة دي حتى أنا عدت فترة فري عادي ايوا مزبوط كان لازم عقد جديد وكده وانا بصراحة وما حدش حس بيها خالص يعني ممكن تروح أي حتة خالص خالص وتقالك انه حصل غلطة أول مرة نقول السر ده قصة معينة يعني وطالبين توقيعك من أول وجديد وانت رحت وكان ممكن بقى ساعتنا كانت تاني يوم الساعة عشر الصبح كنت في النادي مع أمير توفيق نعم وممكن الكابتن تكلمني وشكرني على الموقف ده وطوله يعني كابت ده الطبيعي ده بيتنا وده ندينا ايوا وفعلا النادي الأهلي يعني له فضل في كل حاجة الواحد وصلها نعم وانت الجميل ما تجرتش بيها خالص يعني مجيش قوله أنا لما مش عارف ايه وانا قصة ايه او سربت لا خالص بالعكس الأمر مشي وتعرف بالصدفة ساعت بص يا كابتن في مواقف مش لازم تبينها للناس عشان تبين حبك للمكان دايب او تبين تأديرك للمكان يكفي ان المسؤولين عارفوا المواقف دي او المسؤولين عاشوا معاك المواقف دي وقدروها فده بالنسبة لي ده الأهم فكابتن بصراحة لما عدت معا واتكلمت معا فلاقيتوا مؤدر كل المواقف دي ودارة النادي مؤدرة كل ده وكل موقف ايجابة عمل النادي رصده وبيقولك ان انت في الوقت الفلاني عملت كذا انت في 2012 اتنزلت عن فلوس لما النادي كان محتاج مع المجموعة مع المجموعة اللي اتنزلت في مجموعة اتنزلت مجموعة ما اتنزلتش وهم عملوها اختياري طبعا كابتن حسن حمدي كان قال الموضوع اللي عايز يتنازل يتنازل لان النادي كان ساعتها مفيش موارد ايه فانت بتتعلم في النادي ان انت تقدر المكان بشكل كويس ان انت تحترم المكان اللي خيره عليك فدي نقطة كانت مهمة بالنسبالي لما عدت مع كابتن كان جالي عارض من فيوتشار وان فيه نادي جديد بيتكون وفيه فريق جديد بيتكون ويتعمل نادي بشكل مختلف وانت كابتن الفريق وهيبين عليك المكان وكده فانا حسيت ان التجربة بالنسبالي ممكن تبقى كويسة ايه وهي عارة سنتين ورايح كابتن فريق ورايح مشروع كويس صحيح وكان مدير فن كبير زي كابتن علي ماهر علي ماهر طبعا وادهارة كانت ناس كويسة جدا في الوقت ده كان موجود الكابتن عبد ظهر السقا فانا كابتن كلم معي وقال لي ان الناس كلموه والناس طلبوا ان انا كن موجود وقال لي انت فضلك فعادك سنتين الكابتن الخطيب بنفسي قال لي رأيانا ان انت تكمل معنا السنتين قال لك كده اه وانا عايزك تبقى موجود وبعد كده احنا شايفينك حاجة كادر كويس من كوادر النادي الاهلي حل فاحنا شايفينك ان انت تبقى موجود السنتين دول تكمل عقدك انا عادي يفضلوا سنتين اللي انا هخرجوا معهر يعني نعم فقال لي فكر واخد وقتك وقار ليك يعني اللي انت عايزه وانحنا معاك نرجع تاني لكلمة الامان اللي انت بتقول اللي انت قلتها هنا بتديلك مزيد من الشعور بالامان طبعا نعم طبعا وانا زي اقول لحضراتك الكابت الخطيب بشكل شخصي يعني انا النادي ويف جنبي بشكل كويس جدا في اصابتي ما تخرش عني في اي حاجة كابت الخطيب ما تخرش عني في اي حاجة كان فيه تأدير كبير جدا من النادي الاهلي سواء من المسئولين سواء من زميلي سواء من ادارة النادي من الجمهور فدي حاجة يعني بشكرهم عليها وهو ده النادي الاهلي يعني سواء مع سعد او مع اي لعيب تاني يعني فبس أنت ده الوقت اللي أنت بتحس فيه لو أي حاجة كويسة أنت عملتها فلاقيت المقابل بتاعها على الأقل للأدب والمعنوي فده اللي أنا لقيته فعلا لقيت تأدير أدب ومعنوي كبير جدا من النادي الأهلي فكابتن إداني القرار وأنا استخرت ربنا واستشرت زميلي طبعا في ناس رافضت يعني الشيناو قال لي لا بمفعش تمشي وأنا عايزك يكون موجود ولازم تكمل ووليد قال لي لازم تكمل لكن خدت القرار أن أنا يعني عاز أخرج في الوقت ده لأن برضو عادت سنة حوالي سنة مصاب البعد على الملعب مش كويس ولسه 32 سنة فقعنا أقل قدامك تلعب شوي يعني وفعلا الحمد لله أنا خرجت وعملت المسلمين كويسين جدا معك قدتن علي ماهر أنت خارج الأهلي خدت بتلطين والربطة مع سراميكا فالحمد لله يعني التجربة أزبرت أن أنت نجحت وأن أنت كنت مؤثر في الفرق أن أنت اشتغلت فيها والحمد لله يعني